وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمادال خليفة ولي العاد نائب القاعدة الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر السمو ولي العاد فيه عن خالص تهني وتمنياته لسموه بمفرصحة والسعادة ولشعب دولة الإمارات الشقيقة المزيدة من التقدم والازدهار في ظل قيادة السموه الحكيمة مؤكدا السمو حفظه الله على متانة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لهذه العلاقات مزيدا من التطور والرقي كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العاد نائب القاعدة الأعلى نائب الأول رئيس مجلس المزراء حفظه الله ببرقية تهنية مواثلتين إلى كل من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حكم دبي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عرب السمو ولي العاد فيهما عن أطيب تهنيه لهما بمناسبة ذكر اليوم الوطني للدولة الشقيقة كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العاد نائب القاعدة الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيات تهنية ممثلة إلى إخواني أصحاب السمو وعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود مهنيا السمو فيها بهذه المناسبة الوطنية ترجمة نانسي قنقر